استطلعنا الآن بالناصرية مجموعة من الشباب تعاونوا للتخلص من أفعى أسيد دخيل كاملتنا كانت هناك وعدت إنا هذا التقرير أفعى ذات الحراشف المنشارية لكسكار نايتس المعروفة بأفعى سيد دخيل تعتبر واحدة من أخطر أربعة تفاعلة على مستوى العالم تسببت بحالات لدق كثيرة لدينا في ناحية سيد دخيل من خلال القرى المختلفة التابعة لهذه الناحية بالإضافة إلى المناطق القريبة والمحيطة بهذه بناحية سيد دخيل طبعا السموية مالتها ناتجة من خلال السموم التي تطلقها هذه لفاعتنا عملية اللدق والتي تنعكس بشكل كبير على الفعاليات والوظافة الفسيولوجية بالجسم تسبب عملية تحلل للدم وهذا كان واضح من خلال الحالات الكثيرة التي لوحظت بها عملية اللدق لدينا في محافظة ذيقر في ناحية سيد دخيل وانعكاساتها على صحة الكثيرين وقد فقدنا كثير من الناس نتيجة لدغة الأفعال بالنسبة للحملة حملة القضاء على أفع سيد دخيل هي حملة طوعية شبابية بعد أن قمنا بتجهيز عدة تقارير حول هذا الموضوع هذا في عوام سابقة دخلنا نقول قبل أربع سنوات سونا تقارير إعلامية حول قضية الأفعال بصراحة وجدنا أنه عملنا كإعلاميين وتسطيط أضواء على هذه القضية لم يجدين أفعا يعني مجرد نعد تقرير ونطلع التقرير بالوسيلة الإعلامية إن كانت تلفزيون أو مقروء أو مسموع والقضية كما هي تكثر عدد الضحايا تتكاثر عدد الضحايا في هذه المناطق سواء كان هنا في منطقة آل بجمعة السهلان آل بجمعة أو عند السادة الحصونة أو عند آل إبراهيم أو أي منطقة من عشائرنا الكرام الأفعال منتشرة في ناحية سيدة خيل للمعلومة أيضا لنقل المعلومة التي تبعد التي هي شرق الناصرية ولا تبعد سواء يعني بقتنا 20 دقيقة أنت سيدة خيل يعني هذا أيضا خطر أنه قريب على مركز المدينة حسن الدافع اللي يخلاك يقوم هو جاي أسلسلك الموضوع أنه الدافع بدينا بتقرير وأثناء لقاءاتنا وتقاريرنا على هذا الموضوع وجدنا ضحايا لم ترحم هذه الأفعال كبير لا صغير العدد الضحايا أزداد بعضهم قال هو له هذا الموضوع أو طبله أو زمره من قبل الإعلام وغير هذا الموضوع لا يا أخي إحنا حنطناها العام يعني عندنا أحد الأخوة الصيادلة جزاها الله خير تبرع عندنا مادة الفورمالين وكانت هاي كتوثيق لازم نوثق لأن احنا بنقول مسكنة هل قد عدد لازم نوثق شون نوثق لازم نحنط فحنطنا مجموعة كبيرة جدا من الأفاعي على مدمن يجي واحد يسألي شوف هاي الأفاعي موجودة محنطة فالأمر ليس مهول كما أدعت الجهات بعض الجهات وليس مطبا له ولا مزمر له وأنما هي حقيقة واقعة يجب على الكل أن يعترف بها ويضح حل لهذه الكارثة هي أفعى سيدة خيل نلتقي بأحد الأشخاص اللي أصيبوا بالأضغط أفعى سيدة خيل الاسم؟ أمين جبار مهلا لسلمان السلام أمين ماهو تدري؟ ماهو تدريك الأفعى؟ وماهو العلاج؟ يوم 30-40-2013 كنت طالع قاعدنا خارج المنطقة عدي قنم سالح بيهم كنت قاعد أقرأ من رتا قوم ثار الحية جوا يا صار فمن قمت دست عليها قبل لضغتني فاتصالت بالبيت خابروا جابوا لسيارة تقريبا طولت المدة ربع ساعة ثلاث ساعة وصلت للمستشفى ما شفت ذيك العناية من المستشفى كأنه ملدوق بحياة سيد خيل ثاني أقوى حياة بالعالم يعني ما موذيك العناية به فبقيت بالمستشفى أول يوم ما سوى لشي مجرد أبر المصل لأنت سنيكي قالوا هذا مفاعل حسب كلام الدكتور طبعا يعني هاي المصل اللي استوردوا من خارج عراق وصلت لك هاي مفاعل يعني من رقلك مفاعل مفاعل حسب حتي الدكاتر الموجودين المصل مفاعل الدكتور كان يجي دكتور شنو شنو الحل قال والله الحل يم الله حالة تبقى يم الله لأول مرة شوف الدكتور يقول هيك المريض ما يشجع المريض أكو متى اهتمام بالحكومة بالبيل الصحة يعني صار أكو اهتمام بك ورما لضغتك لحي بالحقيقة أي اهتمام من جانب الحكومة المحلية والحكومة المركزية منكم فبدت منطقتنا بالتحرك منطقتنا وبالتوجيه من الأستاذ حسن طاي بتكوين مجاميع الصيد الأفاعي فتكوننا مجموعات الصيد الأفاعي في الصيف الماضي تمكننا من الصيد حوالي 400 حية من هذا النوع ما اتجهنا للحكومة ردنا ولو دعم قليل بسيط يعني مكانيات خاصة ماكو موسيقى أبعا سيدة يمكن هذا الموضوع أكثر من سنة وأكثر من تقرير وصلت نظة وأكثر من مرة لكن مجلس المحافظة محرك أي ساكن بدأت تنتشر وتتكاثر ومساوئها بدأت تظهر عن ناس اللي قاعدة ببيوتها اللي يقرأ واللي قاعدة ببيتها آمن تسلل لهاي الأفعاء بدون مجلس المحافظة بدون من يحرك أي ساكن بدون من قطاع على هاي الأفعاء نهائيا أنا أعتقل هي الموضوع ماهو بس مجلس المحافظة الموضوع أكبر مفروض هناك وزارات مختصة وزارة بيئة وزارة صحل مفروض متحركة من زمان إحنا يمكن فكرنا بالمصل والأدوية لعلاج الموضوع لكن ما فكرنا كيف نقضي على الأفعاء وهو الأهم وستطاعوا شباب مجموعة من الشباب بإمكانياتهم البسيطة أنه يقضون على قسم منه أكيد ما يقضون عليها بطريقة علمية لأنهي أكو بيوضة سحاليا وإمكانياتهم رح تكون بسيطة أكيد لكن هما خطاعوا أن يقدمون خطوة معناها أن الدولة تستطيع أن تقدم خطوات خطوات أقوى خطوات أسرع والمفروض تكون منذ زمن وإحنا لحد الآن باقين يعني هي تعتور المفروض من المناطق المنكوبة بالنسبة لتكاثر أفعاء سيد دخيل أو سيد دخيل نتمنى من الوزارات المعنية نتمنى يعني مو فقط مجلس المحافظة وإنما حتى استنفار كبير لكل مجالس المحافظات القضاء على هذه الأفعاء ترجمة نانسي قنقر